على وقع تقرير مجلس النواب الذي كشف فساد الحكومة في قطاعات الاتصالات والنفط والكهرباء أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تزامنا مع لقاء تشاوري لمجلس النواب للحديث حول تقرير لجنة تقص الحقائق والتوصيات المرسلة للحكومة من بينها صفقة الاتصالات المشاركون في الحملة طالبوا بوقف بيع مؤسسات الدولة السيادية ومحاسبة الحكومة وحثوا مجلس القيادة الرئاسي على القيام بواجبه في الحفاظ على مقدرات الشعب كما طالبوا البرلمان بالقيام بدوره الرقابي والقانوني لإيقاف هذه الصفقة التي اعتبروها خطرا مباشرا على السيادة اليمنية ناهيك عن أمن المستخدمين وخصوصيتهم محذرين من أن الصفقة قد تفتح بابا للإمارات للسيطرة على قطاع الاتصالات والتجسس على جميع المشتركين الحملة تطرقت أيضا لمهلة البرلمان للحكومة والمتعلقة بعادة النظر في الاتفاقية مع شركة إن أكس الإماراتية وهو ما تزامن مع تقارير صحفية تتحدث عن مباشرة مهندسين من الشركة الإماراتية الأحد الماضية عمليات مسح أبراج الاتصالات الحكومية التابعة لشركة عدن نت في العاصمة المؤقتة التظاهرة الإلكترونية عبرت عن مدى غضب الشارع اليمني من هذه الاتفاقية وضعت العديد من الأسئلة عن إصرار الحكومة على نجاح الصفقة ومن يقف وراء قرار منح هذه الشركة امتياز التشغيل في اتفاقية لا تزال بنودها سرية حتى الآن وعن مصير مؤسسات الدولة التي باتت في مهب الفساد وسوء الإدارة ترجمة نانسي قنقر